لكن من الأخبار السعيدة اللي وصلت للعيب النادي الأهلي اللي هم خلاص يعني كانوا عملوا جلسات مع أمير توفيق لتجديد عقودهم خلاص كابسادة أحافظوا النهاردة بلغهم أنه خلاص سيتم تجديد عقودهم وتوقعها وهما يوقعوا يا بعد الانتهاء من انتقالات يناير يقابلوا السفر يا إما لما ييجوا من كاس العامل أندي هؤلاء هذا الرباع هو رمي ربيع اللي يجب الإشهادة به بإمكانياته بقدراته بمستوى الفني الرفيع اللي ظهر في مبارات القمة رغم الغياب رمي ربيع لا يخز الجمهور النادي الأهلي أبدا يغيبوا كثيرا ولكنه حينما يأتي يأتي ومعه كل الخير يأتي بالتقلق والإبداع والمستوى الفني الرفيع والمميز للغاية كمان ياسر إبراهيم اللي بيتعالج دلوقتي من الضمة وبإذن الله يلحق كاس العالم ويتقلق ويبدع إن شاء الله سيجدد خلال التجديدات كلها أربع سنوات بسنة حسين الشحات اللي يجدد تلاتة محمود متولي أيضا سيجدد أربع سنوات وعقده بينتهي هذا الموسم وحسين الشحات خلي بالك من حال اللعبة دي عقدها خلص سوري يحق لها التوقيع في يناير لأي حد وعقدها يخلص بناية هذا الموسم حد فيكو سمع إن واحد فيهم راح راح قعد مع أي فرقة تانية لا ليه لأن بيتعاملوا بكلمة شرف مع المسؤولين في النادي الآن أنتم معانا ومكملين معانا وهنرضيكم ومكملين عقودنا إن شاء الله بما فيها حسين الشحات اللي عمل جلسة واحدة وطلب من أمير توفيق التقدير المادي والأدبي لأنه جاي من العين الإماراتي وضحها ماليا لكن عاوز بقى يشوف إدارة الأهل هتعملوا إيه الناس عملوا أحسن معاملة وأحسن شياكة وأحسن رقي الكابتن حسين الشحات وتم الاتفاق على التجديد فور فيتنين اللعبة قعدهم بخلص الموسم الجاي أيمن أشرف ومحمد هان أيضا هيبردو هيزبطوا أمورهم وهيجددوهم هذا السنائي وربما يتم التجديد للكابتن أيمن أشرف كان مفترض يروح البنك الأهل اللي مراحش بأمانة بأمانة أمانة مرسيل كولر ما عندوش قناعة بالكابتن أيمن أشرف نتمنى أنه يبقى عنده مزيد من الاجتهاد والأداء المميز بحيث أنه يقنع الخواجة بمستوىه وبقدراته وبإمكانياته في الأوينة القليلة المقبضة ده يعني أيمن من الناس طبعا النادل الأهلي أفرح جميلة وحياة حلوة وجمهوره منتاشي على السوشيال ميديا وفي الشوارع ويعني مش حايز أقولك يعني مبروك لجمهور النادل الأهلي هزيز السلسية المجاعة المؤلمة التي زادت من الفارق بينها وبين النادل الزمالك إلى تمن نقاط الأهلي أول والزمالك رابع والقرار الخاطئ باستمرار فريرا ودلوقت خلاص كل الدنيا عرفت إن فريرا ماشي بعد ثلاث مباراة دول القرار الخاطئ باستمرار فريرا سيعمق نتائج الزمالك السلبية في المرحلة القادمة اللهم إلا كان إذا تدخل الحكام بأخطاء سازجة ليه لعبت الزمالك مفركشة لعبت الزمالك مش ملمومة لعبت الزمالك ما عندهاش روح نفس الروح اللي كانت موجودة السلسية اللي فات لعبت الزمالك ما عندهاش لقا بدنية لعبت الزمالك في حاجات وخلافات كتيرة جدا أدت إلى انفراط عقد نادي الزمال